والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما عند البخاري في الصحيح وفي رواية عند الترمذي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور نعم عد نفسك في أهل القبور وأنت سير في الدنيا أهل القبور والله يتمنى الواحد منهم لو أدى الدنيا كلها ليرجع ليذكر الله مرة وأنت قادر تسير في سيارتك تجلس في مجالسك أتعزز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أتعزز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تضيع الوقت في السيارة وتضيع الوقت في الانتظار وتضيع الوقت في المكاتب تعجز عن أن تذكر الله أهل القبور يتمنى الواحد منهم أن يرجع فيصلي لله ركعتين وأن تسهر الليل على عافية ما تكون تصلي لله على الأقل الوتر توتر عد نفسك في أهل القبور هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كذا عند البخاري وعند الترمذي وصحاحة الألباني كان رضي الله عنه ما يقول إذا أصبحت فلا تذكر المساء وإذا أمسيت فلا تذكر الصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا ما تدري والله قد تصبح ويقول الناس مات فلا دخل فراشه فأتى أهله ليوقظوه فوجدوه ميتا الصلاة عليه فتسمى بالميت فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا فإنك لا تدري يا عبد الله فإنك لا تدري يا عبد الله